السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة نادا لايف سايل. النهاردة ان شاء الله هنعمل آآ حاجة سهلة كده وبسيطة وحلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم آآ بالعاش الفين والبيت زي ما انتم شايفين قدامكم كده ده عاش فينه بس بيت عندي بقالو يومين محتوف زبيف التلاجة. حبيت كده ان انا اعمل آآ بيه وصفة سهلة جدا مقبلات كده سهلة ومقرمشات يعني للتسالي حاجة كده بسيطة وطريقتها سهلة جدا وبمكونات طبعا موجودة في كل بيت عندنا. اتمنى الفيديو يعجبكم ولو لسه مشتركتيش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشترك عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعمليه لايك للفيديو. يلا بنا كده نشوف هنعمل وصفة ما بعد ازاي? آآ زي ما انتو شايفين كده قدامكو انا هنا قطعت العيش الفينول شرايح كده متوسطة مش رفاياها قوي وفي نفس الوقت مش سميكة قوي. آآ نقيت الشرايح الكبيرة وجبت هنا صينية اي صينية عندك بس يفضل ان هي تكون صينية الامونيوم صينية فتحة يعني. آآ دهنتها دهنت سامنا كويسة وبعد كده ابتديت ان انا رص الشرايح اللي عاشل فينه. هنا بقى اعملت خلطة من آآ زيت وطوم وملح وطبعا لو حابة تضيف انت اي حاجة تانية اي نوع طواب انت بتحبيه ما فيش مشكلة. وابتديت كده ان انا آآ قدهنهم بالفرشة كويس من الوش علشان ياخدوا آآ طعم التوم والملح بتديهم طعم جميل جدا مع الزيت وكمان لو زيت زيتون هيبقى حلو جدا. هنا جبت آآ زيتون شرايح زي ما انتم شايفين اي نوع زيتون انتم بتحبوه اخضر او اسود ما فيش مشكلة. وبتديت قطعته كده وحطيته على آآ على شرايح العاشل فينه بعد طبعا الخلطة اللي قلتلكو عليها بعد اما دهنتون كويس يعني بيها. وتشرابه كويس يفضل ان العاشل فينه ما يكونش ناشف اوي ولا طري اوي يكون زي ما قلتلكو كده بايت بقاله يوم او يومين. دلوقتي بقى حط على الزيتون هنا اي نوع جبن عندك آآ بواقي بقى جبن عندك في الثلاجة حابة تحط بصرمة على الزيتون مفيش مشكلة آآ انا اللي كان عندي جبنة موزاريلا فهحط جبنة موزاريلا لو عندك مشكل جبن مفيش مشكلة جبنة شيدر جبنة تركي اي نوع جبن انت بتفضليه تقدر ان انت تحطيه على الزيتون هيديها طعم جميل جدا. دلوقتي بقى هبتدي ان انا هدخلهم الفرن على درجة حرار متوسطة كده في النص هوريكو دلوقتي. وبعد ما ياخدوا لون دهب كده وحلو هنطلهم مع بعض آآ آآ مقرمشات كده سهلة جدا وتعموها جميل جدا وسقد رألكو حلوة جدا جمب بقى سعي آآ ممكن تفتر بيها هوريكو شكلها دلوقتي وهي في الفورن زي ما انتوا شايفين حطيتها في النص كده عرفوا لي في النص وشغلت آآ الفورن من تحت وشغلت المروحة بتاعة الفورن آآ ماخدتش آآ يعني وقت خالص تقريبا عشر دقيق بالزبط آآ آآ حابة ان انت تطلق فتحة لونها دهبي كده براحتك حابة تحمصها شوية زي ما انا حمصتها كده برضو كان طعمها جميل جدا مش قادر قلكو ورحتها تحفة رحة التوم مع الزتون ومع آآ ومع الجبنة وطوقي رحة زي البيزة زي المني بيزة كده رحتها كده حلوة جدا لو حابة تضيفي قطع فلفل او قطع طماطم مفيش مشكلة برضو بصوا اخد لون دهبي ولون حلو جدا وتعمها كمان جميل اتمنى الوصفة تكون عجبتك ولو الفيديو عجبكو متنسوش تعمليه لايك وسيل الفيديو وان شاء الله هعمل لكم وصفات تانية كتير جدا بقى حلويات ببردو العيش الفينو البيت قدير ان انت تستغليه عندك وما فيش اي حاجة عندك تترمي هتحتفزي بالعيش الفينو بتاعك في التلاجة كم يوم وبعد كده هتطلعي بقى الكمية المناسبة ليكي ولأولادك وتبتزي ان انت تعمل لهم اصناف كتيرة جدا حلوة سواء بقى مقبلات واصناف حدا ومقرمشات او اصناف حلوة هتعجبهم برضو ان شاء الله استنوا ان شاء الله في الجهات تانية كتير مني ولو حابة ان انا عمل لك اي وصفة اتمنى منك تسبيلي في الكومنتات وان شاء الله عمل لكم الوصفات اللي انتوا عايزينها اه اتمنى ان الفيديوهات تكون بتاعجبكم واللي عندها اي وصفة للعيش الفينو البيت وحابة ان هي تفيدنا بيها اتمنى تسيب لنا في الكومنتات الوصفة وان شاء الله هنفزها معاكو برضو بحب ان انا فدكو واستفاد منكو وان شاء الله كده نفيد بعض وكله باجر وثواب وطبعا عند ربنا استنوني ان شاء الله في الجهات تانية كتير اصبكم في رعاية الله مع السلام اشتركوا في القناة